موسيقى السيناريوهات الإسرائيلية وتطورها مع الانتفاضة الفلسطينية على الأرض وأليات التعامل الفلسطيني مع المخططات الإسرائيلية كانت من أبرز المواضيع التي نقشت في الندوة المفتوحة التي عقدها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار في مدينة رامالة السلطة تتعامل بحذر معين لعدة أسباب السبب الأول أنه لو فعلت ما تريده إسرائيل إسرائيل تتوقع أن السلطة يجب أن تكون حارس أمام هذه الهبة لو تعاملت بهذه الطريقة عمليا أولا هي لا تتعامل بهذه الطريقة على افتراض يعني طبعا هي ستكون خاسر الأكبر ثانيا ليس من مصلحتها بالعكس إذا أحسنت استخدام الحدث اللي بيجري على الأرض هذا مكسب بالآخر يحول لمكسب سياسي وفي ظل فشل حكومة الاحتلال في وقف الانتفاضة الفلسطينية الحالية بعد استخدامها أعنف الوسائل وسنها أكثر القوانين عنصرية فإن الاستراتيجية الإسرائيلية القديمة الجديدة برأي المراقبين مضية في وصم الفلسطينيين بالإرهاب على المستوى الدولي وتمكين الجبهة الإسرائيلية الداخلية تحت مظلة اليمين المتطرف وتحويل الصراع من سياسي إلى ديني اليمين في إسرائيل برأيه يعتقد أنه يستطيع أن يقمع الانتفاضة المستمرة للشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال من خلال المزيد من القوة وإذا لم تنفع القوة فهو يريد استعمال المزيد من القوة هذا نراهي الآن أيضا في البرلمان الإسرائيلي الذي في الفترة الأخيرة يشرع القانون تلو القانون الذي يقصد بالأساس قمع الانتفاضة بواسطة تجديد العقوبات هو معنى بتديين الصراع، هو معنى بيهودية الدولة وهو معنى بمحول خط الأخضر لسببين أو من أجل تصويره وكأن الخطر عليه في كل خطر على إسرائيل من داخلها ومن المناطق المحتلة 67 ومن أجل أن يثبت أو يعيد الاعتبار لشعار أرض إسرائيل الكاملة وأمام هيمنة اليمين المتطرف على المجتمع الإسرائيلي وغياب أي أمل بحل سياسي يبدو أن الخيار الفلسطيني الأفضل برأي الكثيرين المواجهة الميدانية على الأرض والديبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية وقبل كل ذلك الوحدة الوطنية الحقيقية التي طال انتظارها من مدينة رامالله نزر حبش تلفزيون وطن